نروح ليه الاهلي والمصري امبارح وعايز ابدأ معاك جمي بوسامة بوعدي انا كنت تكلمت عنه كتير في الانترو وعايز ان هو مفروض دي اخد حقه بشكل كبير طيب احنا تكلمنا وانت تكلمت عنه في الانترو كنا نعلي حالة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها وده حقه الطبيعي بتتكلم على لعيب معدل اسهامه منتكلم على 68 دقيقة انت سمعت انا بسمعتش الرقم ده من فترة طويلة جدا في كره المصري رقم ان العيب عنده اسهام هدف او صناعة كل 68 دقيقة انا بسمعتوش راجل عدد دقيق لعبه الحقيقية بنكلم على 12 مباراة الاسهامات 16 اسم 16 على 12 شوفت طلع معك كم منتقى البساطة باقر بالمناسبة بقول في الانترو دي ارقام بيعملها ميسي وكريستيانو يعني اللي هو فوق عدد المباراة تجيب اهداف او تسايف اهداف دي اعملها طبعا بالكياس مع الاسوبات اللي بيعمل فيها بس دي الارقام اللي بيعملها اللعيبة دي بمناسبة بمناسبة كريستيانو رونالدو الرقم العربي الوحيد وحط طبعا حاجة مهمة في المقارنة عشان عارف الناس بتزعل كلك التبكران وسم بفلان انا بقولها قبل ما اتكلم يعني انه الرقم الوحيد القريب جدا جدا كرقم فيما يتعلق بالنسبة اللي احنا قلناها من شوية كنسبة تسجيل الواحد وتتجاوز الواحد ونص كل المباراة تقريبا هو رقم وسمو بعليه هو اعراب الرقم لرقم كريستيانو رونالدو الاعلى اسهاما في الاهدف طبق العدد دقيق اللي العبع في الدوريات العربية كلها كريستيانو رونالدو 1.68 بالكلم على 1.52 ليه وسمو ابوعالي ده اعلى رقمين بالمناسبة اعلى رقمين الرقم الوحيد القريب على ذكر كريستيانو رونالدو وانا لا اقارن ولا اشابه ولا اي شيء لا 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 سعير في ناس حافظة يعني اتخلش يقولك انت بتقول على وسمو ابوعالي اللعب 12-13-15 مباراة اعلى منازل بتقفر او وصلت لمرحلة عشان عجبهم وسمو قالك زيك بعد 15 مباراة لهم 12 مطش بك عدد دقيق لعب قالك كزاكرستيانو تعال روح للجون علشان الوقت واللي احنا قلنا في البداية ده هي مقدمة يستحقها وسمو ابوعالي بلا شك يعني تعال روح للجون وقبل ما نروح للجون وقبل ما نحرك وسمو ابوعالي انا احنا دايما بنتكلم ان اللعيب اللي متأسس صح اللعيب اللي بيعمل الواجبات والمهام اللي موجودة فكالعادة وسام بيضيف حتة جديدة والحتة الجديدة هو فتح كتاب الكورة كالعادة في حاجة كريم اسمها دبل موفمينت يعني ايه دبل موفمينت قبل ما نحرك مش رحها للناس يعني المنتقى البساطة المهاجم بيفضل ماشي مع المدافع في اتجاه غير اللي هيروح له بعد كده ويفضل يسحبه ويسحبه ويسحبه ان هو مثلا رايح على القريبة وبعدين يروح رايح على البعيدة رايح على البعيدة وبعدين يروح رايح على القريبة وهو بيعمل ده هو طول الوقت بيفضل يحطه في تراب يعمل له فخ يشربه المقلب بالبلد لحد ما يشرب المقلب ويسيبه يتحرك في البلايند سايد خلاص هو خرج خارج مطاق رؤية المدافع ويفضل مساحة اللي هو عايزة